أكد قائد قوات مكافحة الإرهاب العراقية الفريق الركن عبدالغني الأسد لأخبار الآن وجود صعوبات فيما تبقى من الموصل القديمة خلال عمليات تطهيرها من فلول داعش مضيفاً أن القوات العراقية تتخذ أسلوباً خاصاً لفتح ممرات أمنة بهدف إخراج المدنيين الذين يحاصرهم من تبقى من مسلحي داعش خاصة في منطقة الميدان شرق الموصل القديمة بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بكم المسافة هي قليلة ولكن القتال فيما تبقى معقد وصحف جداً لأنه داعش محاصر ويقاتل بشراسة وبقوة واتقاتل مع الأرض من محدودية الطرق إلى كثافة البناء إلى الموانع الاصطناعية التي يعملها كتفخيخ المنازل وتفخيخ الطرق ووضع مصائد مغفلين هذه كلها عوامل تأدي إلى تأخير تقدم القطعات وخليها تتقدم بحذر ولازم نتقدم بحذر ونتأخر حتى نحافظ على أهلنا الموجودين في جزء الباقي من المدينة القديمة إذا كنا في مكافحة الأرهاب أو الشرطة الاتحادية أو قطعات الجيش أولاً كل القطعات كانت حريصة على هذا العمل لأن عندنا توجيه من السيد القادر العام لقوات المسلحة المحترم لكل قطعات الشرطة الاتحادية قطعات الجيش قطعات مكافحة الأرهاب المحافظة على المواطن وممتلكاته أولاً ومن ثم مقاتلة داعش إذن جميع عملوا على الحرص العالي في إجلاء المدنيين بأمن وأمان وهذه الممرات الآمنة إحنا حسبنا لها حسابات بحيث نبعد النيران المباشرة وغير المباشرة عن العوائل النازحة